الهجرة غير شرعية جعلت الكثير من الأسر تعيشوا الاكتئاب بفعل هذه الظاهرة والضغوطات التي تلحق سماع خبر أي فرد من العائلة يركب قوارب الموت فلك أن تتخيل تلك الأجواء وتلك النفسيات كيف تصبح وبالتالي فالإنعكاسات كذلك على صورة الجزائر في العالم الكل يصبح يتساءل لماذا هذه الهجرة غير شرعية وقد تستغلها بعض الدول لفتح تحقيق وتأليب المنظمات غير حكومية على الداخل الجزائري وعلى السياسات العامة ناهيك عن فقدان مورد بشري قد يأتي يوما نحتاجه ولا نجده فدول كبرى مثل فرنسا مثل إسبانيا مثل سويسرا ما زالت تستقطب الكفاءات خاصة من النخبة وبتالي هذا يمنحنا رسالة بأن المستقبل سيكون للمورد البشري وحتى اقتصاديا دائما يقولون قبل التفكير في المشاريع الاقتصادية رأس المال البشري هو قبل الإمكانيات المالية والإمكانيات الاقتصادية والإمكانيات المدية وبتالي في هذه الضائرة قد تنعكس سلبا على المادة الطويل على الجزائر وخاصة من ناحية توفير المورد البشري وتحقيق توازن الاقتصادي والجهوي بين مختلف مناطق الجزائر فالكثير من المناطق مؤخرا فقدت الأطباء الاختصاصيين بعد نجاحهم في مسابقات التوظيف في فرنسا وهذا ما سيطرح إشكالا آخر على الدولة الجزائرية